أول خطوة في عملية تسجيل الدخول هو التحقق من المدخلات يعني حسب التسلسل الموجود عندنا ما فيه عندنا مشكلة نتحقق من المدخلات طبعا خلينا أقوم بإلغاء هذه مبدئيا loading form ما نحتاجها في الوقت الحالي تتحقق من المدخلات ما فيه عندك تشك على duplicate item نحن ما عندنا duplicate ولا أي شيء من هذا القبيل فأقوم بإزالتها بشكل كامل وبنفس الوقت اللي أنت راح تبدي تعمله أنه أنت تقوم بالعمل login بعد تحقق من المدخلات وتحقق من نص الاتصال إذا كانت المدخلات أوكي تمام وإذا كان نص الاتصال تمام فتدخل في عملية تسجيل الدخول بشكل مباشر بمعنى ما في عندك هنا instance أو أي شيء من هذا القبيل تقوم بالدخول على login وما في عندك add يعني راح تجي بشكل مباشر على login method وتقوم بعملية استدعاء هذه ال login method يعني راح تكون بهذا الشكل بكل بساطة جيد طيب بنفس الوقت أقوم بإزالة هذا الجزء مع الاحتفاظ في السيرفر error لأن السيرفر error يحتبر أساسي يعني لتحقق من نص الاتصال مبدئيا طيب شي ده الآن فيما يخص ال login عملية ال login إحنا مجرد أنه نتحقق فيما كانت كلمة السر والمرور كلمة كل من الـ يعني عفوا كل من الـ user name والـ password هو مطابق للموجود عندنا في الـ database وإذا كانت مشفرة البيانات فأحرص على كسر تشفيرها بنفس الخوارزمية كسر التشفير إذا كنت أنت بصد تشفير البيانات مستقبلا فما راح يبدأ يختلف عليك لأنه أنت تستدعي وظيفة كسر التشفير لإعادة النمطية إلى الـ original data البيانات الأساس فمبدئيا اللي أنت راح تبدي تحتاجه خلال هذه العملية نقوم بإزالة هذا الجزء ورح نبدأ نتحقق من الـ user name check نقول هنا check user name and password كل هم فالنتيجة تتحقق من الـ الكلام تماما لكن راح تكون عندك هي في الأساس راح تكون عندك get get all data طبعا لماذا الـ get all data؟ لأن get all data لا تحتاج من عندك user name وهذه الأمور لأن راح تجلب لك كل البيانات طيب راح تجلب لك كل البيانات طبعا أنت بعد ما تعمل get على كل البيانات الآن تبدأ في مرحلة التحقق وأنه أنت تعمل where والwhere ما لتك بكل بساطة ننزل للـ s في الخطوة راح تكون عندك الـ x بحيث الـ x dots إنه إذا كان الـ user name يساوي user name والـ password يساوي password لذلك أنا أفضل إنه إحنا نأخذ string للـ user name من هنا يعني راح يكون عندك text box username dot text و string للـ password dot بنسبة للـ password طبعا أوكي يعني في الأساس أيضا يعني قام بتعريفها بنفس المتغير بنفس المتغير string يعني لا تختلف علي كل الأمور لما نعرفنا هنا string فأخذ هذا الـ username وأخذ الـ password لذلك نزل عندك بهذا الشكل لذلك الترتيب راح يكون بهذه الصورة string username ثم ع ذلك فارزة ثم ع ذلك عندك password لذلك هنا راح يكون if username إذا كان الـ username عفوا إذا كان الـ username يساوي عندنا الـ username وبنفس الوقت اللي هو الـ password يساوي عندي عفوا x.password يساوي عندي الـ password طبعا هنا لما تنتهي من هذه العملية تعمل get على النتيجة فتعمل first or default هنا يعني راح ربما يعطيك نتيجة فارغة ربما يعطيك طبعا نتيجة فارغة في الجزء الأساس لأن الـ result راح تبدأ تترجع لك نتيجة ولاحظ علامة الاستفهام يمكن يعطيك نتيجة فارغة فيمكن أنه أنا أتجاهل هذه العملية يعني أقول لي إذا كانت عندك النتيجة فارغة أوكي يعني رجع لي كائن from user ولكن هو فارغ رجع لي كائن from user ولكن في النهاية هو يحتبر عندك فارغ أوكي يمكن نتعامل يمكن نتعامل مع هذه الجزء يعني we have user طيب فبالتالي التحقق كيف راح يكون عندك خلينا أقوم بإزالة هذا الجزء بشكل كامل طبعا الرولز هي نفسها تماما ما في عندي أي اختلاف فيها ولكن الشرط راح يبدأ يختلف عندك الشرط راح يكون عندك إذا كان user.id هو أكبر من الصفر يعني إذا كانت النتيجة اللي هو هذا اللي يحتبر عندك طبعا user هذا يحتبر عندك الفار هو user فإذا كان user.id أكبر من الصفر فمع ذلك إنه تم تحقيق الشرط إذا كان تحقيق الشرط اليوزرنام يساوي يوزرنام والباسورد يساوي باسورد إذن هنا راح يبدأ في عملية تسجيل الدخول إذن هنا راح يبدأ في عملية تسجيل الدخول بخلاف طبعا ذلك راح تكون عندك login process أوكي وبخلاف ذلك بخلاف أنه هذه الف الشرطية لاحظ بخلاف هذه الف الشرطية اللي هي هذه ال elsef راح تبدأ أنت في عرض أنه كلمة السر والمرور تكون عندك خاطئ كل من كلمتها السر والمرور تكون عندك خاطئ لذلك message box يمكن أنه كلمة اسم المستخدم أو أقول هنا معلومات تسجيل الدخول خاطئ أوكي و أقول هنا خطأ في تسجيل الدخول جيد وهنا راح يكون عندك طبعا عفوا هنا راح يكون عندك هنا راح يكون عندك ميسيج بوكس أوكي و ثم عذلك ميسيج بوكس بنسبة لل للايكون راح يكون عندك information أو error يعيب معلومات ما نريد أنه ندخل في حالة error message box information جيد طيب الآن فيما يخص الـ login راح تبتدئ بشكل مباشر في إسناد البيانات الضرورية ثم بعد ذلك تسجيل الدخول الآن عملية إسناد البيانات الضرورية بالنسبة للمستخدم أول شيء أنه أنت لازم تجلب الرولز أو أول خطوة أنه أنت تعمل get على الرولز طبعا فتقول هنا var أول شيء طبعا أو أول شيء نعمل set على الـ أوكي let's be login process في login process نقول هنا قاعدنا set user info الف طيب الـ user info الخاص فينا احنا عندنا local user local user dot ثم مع ذلك تبتدئ في إسناد كل البيانات جيد فعندك هنا local user dot user name إذا تقوم بإسناد البيانات وكذا الحال مع كل الحقول الأخرى لكل الحقول الأخرى هنا عندك password ساو عندك password وكذا على كل الحقول الأخرى طبعا نقوم بإسناد الحقول اللي موجودة عندنا في user بشكل مباشر للحقول الموجودة عندنا في local user اللي هو user المحل طيب بعد ذلك احنا لازم نعمل get unset على rules اللي موجودة عندنا أوكي لذلك لعملية إسناد الرولز في الأساس أيضا لازم نستدهى بنفس المبدأ بس فقط لكن احنا ما نقدر أنه يعني نستدهى لمستخدم واحد لأن هي مجموعة حقول فعلى هذا الأساس يمكن أنه أرجع على الكود الخاص فيه يعني وأرجع على الماجول أو أرجع هنا على الكود بشكل مباشر أضيف كلاس جديدة و يمكن أنه راح أبدأ يسميها rules أو يمكن أضيفها داخل الهيلبر ما في أي مشكلة أضيف كلاس جديدة أسميها عندي rules الهيلبر و طبعا أكيد راح تكون عندك كانس يكوني لأن هي تسند المرة واحدة فوق البليكستاتك يعني تستطيع الوصول إلها و داخلها إيش راح أبدأ أنت تعمل راح تبدأ تعمل بروب أوكي هذه البروب هذه البروب هي راح تمثلك فراح تكون من نوع إيش؟ من نوع يمكن ناخذ هاي ديكشنيري ليش اختاري الدكشنيري؟ إن دكشنيري يتيح لك عملية تحديد النوع وتحديد القيمة فيمكن ناخد دكشنيري بهذا الشكل هذا الدكشنيري الكي هو في الأساس إحنا عندنا سترينج في الجهزة الأساس أوكي أو يمكن أن تأخذها إن تبدل الدكشنيري تأخذها مثلا لست لست من إيش؟ لست من الرولز الأساسية وبعد ذلك إنت تعملها على أساس إن تكون عندك public fits أوكي يعني بنفس الطريقة تماما ما في مشكلة فيمكن يمكن إن أخذها لست لست من الرولز أوكي لست من الرولز وأقول هذه عندي local rules جيد؟ طيب هذه طبعا أكيد راح تكون عندك public static هذه راح تكون عندك public static الآن راح أبتدي بإسناد الـ data اللي هي موجودة على هذه الرول بشكل مباشر لما أعمل عليها قد طبعا هنا راح تكون عندك الـ rules هنا أكتب هنا عندي rules الرولز راح تبدي تساوي لك data helper بالنسبة للـ rules .get بالنسبة للـ all data لكن طبعا أفلترها على الـ id اللي أنا أخذته بالنسبة للمستخدم بمعنى راح أبدأ أقول هنا عندي .where x بحيث بحيث . user id طبعا إحنا عندنا users id اللي هو لدينا نتعامل معه في الجزء الأساس وليس ذلك string إنما الـ integer بالي جيد طيب فقط نقوم بترتيب الكود يكون عندك بهذا الشكل عندما يكون الـ users id هو يساوي عدي الـ user اللي موجود .id بشكل مباشر طبعا وأقل الـ .to list أعمل ليها الـ list طبعا هذا راح يبدأ أخذ وقت من عندي فأخذ task وأخذ task.run بهذا الشكل جيد وطبعا هذي هذي إيش راح تبدي ترجع لك راح تبدي ترجع لك لستة من الـ rules طيب راح تبدي ترجع لك لستة من الـ rules إذن هل أستطيع أنه أنا بشكل مباشر أقل له أنه أنا عندي local rules اللي هي في الأساس جيتني من rules helper .local rules راح يبدي يساوي لي هذي الـ rules بشكل مباشر وبالتالي فأنت أسندت الـ rules بشكل مباشر أوكي عن طريق جلبها من الـ database وإسنادها إلى هذه اللستة ممتاز بعد ما قمنا بإسناد الـ rules الأساسية أنت طبعا ما تحتاج أنه تعمل for بهذه الشكل for each نقوم بإزالة for each هذه جيد بعد إتمام هذه العملية فأنت تقوم بتسجيل حركات النظام فبكل بساطة تنزل هنا على الأسفل وتبتدئ في تسجيل حركة النظام اللي هي مثلا تقول هنا تسجيل مستخدم تسجيل الدخول أوكي أوكي وتقول هنا تم تسجيل الدخول ثم على ذلك المستخدم بشكل مباشر ما عندك load data طبعا بدلا هذه load data فأنت تبتدئ في عملية تسجيل الدخول بشكل مباشر فاللي راح تبدأ تعمله راح تقول عندك main is new from main أوكي هذي عندك المين جيد واللي أنا أفضل هي تكون عندك كائن يعني يسند بمرة واحد هنا في الجزء العلوي طبعا هذا يحدث بسبب يعني بعض الفلكت أو الكونفلكت اللي يصير عندنا فيمكن أنه تحل المشكلة فقط في استدعاء مجال الأسماء طبعا هذه المين بكل بساطة أقوم بتعريفها هنا وأقوم بإسنادها هنا ممتاز و يمكن أنه بشكل مباشر طبعا طبعا أنت لما تعمل initialize معنا ذلك راح يبدأ يعمل initialize لكل الكمبونت الأساسية فاني طبعا لما تعمل it's okay يعني أنت تبتد في عملية تعريف الكائن لكن يمكن أن عملية الـ initialize الخاص فيه تتم فقط في مرحلة واحدة فقط يعني فقط في مرحلة تسجيل الدخول في مرحلة تسجيل الدخول لأن أنت لما تعمل initialize فهو راح يبدأ يستدعي كل البيانات و لا تقوم بعملية يعني في عملية إسناد البيانات الأساسية فرح تحدث عندك أخطأ إذا نرجع بشكل مباشر و راح نبدأ نقل له it's okay يعني main هو هنا is the new from main ثم مع ذلك main.show وبالنسبة لهذا الفورم أقل لهنا this.height اوكي وطبعا أنت ما تحتاج إلى هذه Toist وهذا اللي close أيضا ما تحتاجها اوكي يعني إحنا راح نبدأ نخفي هذا الفورم ولا نقوم بعملية خلقة مبدئية جيد آم يا إذن لحد الآن كل شيء عندنا تمام من هذه الناحية عندنا خطأ واحد وهو هنا يمكن أن نحل فقط باستدعاء الكور هذا ولازم تنتبه أنه إحنا هذا الفورم مبدئيا فورم تسجيل الدخول لمن يغلق هذا الفورم من الـ x المفروض أنه أنت تغلق البرنامج وهذا الشيء الوارد عندك إذن مبدئيا دعنا فقط نقوم بتغيير التكست الخاص في هذا الفورم تسجيل الدخول وبالنفس الوقت أذهب على الأحداث الخاصة في هذا الفورم الحدث الخاص فيه وأذهب على حدث الفورم closed يعني غلق الفورم أثناء ما يغلق الفورم وليس يخفى لمن يغلق الفورم عندك في المفروض يكون عندك environment or application يمكن استخدم application application.exe يعني الخروج من البرنامج أنه أنت تخرج من البرنامج أثناء عملية غلق هذا الفورم مبدئيا طبعا هذا التاب الخاص فيه تنتبه على التاب التاب index هذا 0 وهذه التاب index هي 1 ثم على ذلك عندك 2 ممتاز طيب خلينا فقط نبدأ نشيك على هذه الأمور أول شيء نحتاج إلى مستخدم حقيقي مبدئيا يكون موجود عندك فيه كل من كلمة السر اسم المستخدم وكلمة السر إذن المستخدم الخاص فينا الآن هو الشعبة الإدارية واسم المستخدم وكلمة السر الخاصة فيه ممكن تدخل هنا على الإدت راح أبدأ أغير 1 2 3 4 5 أوكي واسم المستخدم هو ثم مع ذلك أحفظ البيانات جيد جيد تذكر البيانات اللي هي للاختبار اللي وضعناها في الصفحة الأولى اللي هي المين في الجزء الأساس نرجع على المين ونقوم بإزالة هذه الجزئية أوكي هذه الـ Set Rules الأساسية اللي إحنا وضعناها اللي هي ليست Set Rules إنما الـ User يعني Set To User هذا For Test يعني أقوم بعملية يعني تعليمها بهذا الشكل مبديل لأنا ما أحتاجها خلال هذه العملية وطبعا لا تنسى قبل لا تبتدأ في عملية الـ Run أنه أنت تغير البداية البرنامج إلى الـ Form تسجيل الدخول إلى Form تسجيل الدخول فأذهب على الـ Start على الدالة الرئيسية Program وبدل المين رح تكون عندك هنا Users GUI أوكي أو في الأساس يعني هو داخل الـ GUI .Users GUI .Users GUI .Slogin4 أوكي ثم على ذلك نعمل Run إذن الآن مبدئيا هذا رح يكون عندك Admin وهذا رح يكون 12345 أول شي خليني نبدأ نشيك إذا أعطينا بيانات خاطئة تسجيل الدخول أوكي طبعا الآن المفروض يعطينا المسيج بوكس الخاصة فينا اللي هي إنه بيانات تسجيل الدخول عندك خاطئة عموة رح أبدي بإدخال بيانات صحيحة ونقل هنا تسجيل الدخول I think بسبب إنه تسجيل الدخول أو هذا هذا يعني الحدث لا يعمل لديه في الجزء الأساس خلينا فقط نتأكد من عنده إنه أول شيء هذا اسمه Logan أوكي و وطبعا الحدث الخاص في حدث الـ Click اللي هو الـ Save الأساسي جيد جيد وثم على ذلك يقوم باستدعاء الـ Login تبدأ في التحقق يعني يعني تبدأ في إخذ القيم والتحقق ثم على ذلك تسجيل الدخول وتسجيل كافة الأمور ذات الصلة وإذا كانت المعلومات خاطئة فرح يبدأ يعرض لنا هذه البيانات نقل لي هنا Admin 1, 2, 3, 4, 5 نقل لي هنا تسجيل الدخول I think لها مثل ما تلاحظ أنه اشتغل عندنا وبدون أي مشاكل فقط أتكد أنه إذا أعطانا معلومات خاطئة فيما إذا أعطيت آني معلومات خاطئة فإيش تتوقع المفروض يصير عندك الرسالة اللي إحنا وضعناها طبعا أقوم بوضع كلمة صر خاطئة الرسالة اللي إحنا وضعناها طبعا رح تبدي تظهر لك اللي هي معلومات تسجيل الدخول خاطئة طبعا ممتاز إذن صفحة تسجيل الدخول الآن ما فيها أي مشاكل أحرص على تصميمها بالشيء اللي يكون ملائم لعملية التصميم وأخذ جميع الـ Exception بنظر الاحتبار منظر منها مثلا يمكن تقوم مثل ما ذكرت لك تقوم بوضع جزئية تذكرني هنا وتحفظ البيانات في settings ثم على ذلك ترجع مرة أخرى لعملية إسنادها في كل عملية تشغيل ترجمة نانسي قنقر